الاهلي اليوم النهاردة مع بيراميز الشوط الاول كان شوط غير جيد للاهلي وكان شوط غير جيد لبيراميز وان كان بيراميز كان افضل نسبيا من الاهلي ولكن في الشوط التاني ضغط الاهلي على دفاع بيراميز ضغط على بونى اللعبة بتاع بيراميز اللي بيعمله دايما الكابتن هاب جميعا مع اي فرين انه يمدي من تحت من عند حارس المرمى والمدافعين اخطأ عبدالله السعيد وتقدم محمد مجدي افشا بالهدف الاول للنادي الاهلي والامور اتسهلت صحيح بعد الهدف ده عبدالله السعيد كان ليه كرة في القايم ولكن الاهلي قدر بعد كده يضيف الهدف التاني هدف رائع جدا 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 من البديل عمر السلية عمر السلية اساسي رائع بديل رائع وفي كل الاحوال مستوى ثابت وممتع جدا في وسط الملعب ثم هدف ثالث لمحمد شريف انهى المباراة تماما وحسامها تماما تماما فوز مهم جدا على فريق بينفسك على الدورة زي ما كان فوز الاهلي على الزمالك فوز مهم جدا لفريق ايضا بينفسه على الدورة ولكن هل الدورة حسم لا هل فوز الاهلي اليوم على البرامز او حتى فوزه على الزمالك ده معناه انه الاهلي تفوق على الزمالك والبرامز لنهاية الموسم لا طبعا لسه الموسم بدر عليه لسه الموسم طويل ممكن تكسب فريق كبير وممكن تخسر أو تتعادل مع فريق أصغر